صباح خير اللمون وفوايد اللمون هل اللمون مجرد فيتامين سي؟ وليه الدكتور دايما يقول لك اشرب لمون لما تكون عندك برد او تعبان؟ وليه احنا بننصح كل الناس اللي بيتبخوا او حتى اثناء الاكل ان احنا نحط لمون فرش على كل حاجة على العصير على السلطة على اللحمة على السمج ليه اللمون مهم اوي كده؟ لو انتم فعلا عايزين تعرفوا ليه هو مهم مهتمين بالمعلومات الطبية تعالوا كده نشوف مع بعض وارجعنا لكم تاني معاكم دكتور ماجد المنقبادي خناة طب والتنمية بشرية اخوكم باكيوز طب عن شمسة 91 مجلسين من المنسة 99 لو حجاركم متشرفون الاول مرة ياريت بس ما تنسوش انكم تشتركوا معنا في القناة لو انتم مشتركتوش ولو انتم مشتركين ياريت تكتبوا لنا تعليق جميل يشجعنا نعملكم فيديوهات طبية لو انتم فعلا مهتمين بالموضوعات الطبية وعايزين تعرفوا اخر متوصل اليه العلم من المانيا هرجع للموضوع بتاعنا على طول يا ترى ايه فوايد اللمونة من ضمن الحاجات الظريفة اللي عرفتها انا شخصيا وانا بحضر الحلقة انت لو مسكت اي لمونة سوق كبيرة او صغيرة لمون ايطالي كبير زي ده او الليمونة الصغيرة بتاعتنا في مصر وفي عسامتها نصين هتبقى عشر حتة عد كده واحد اتنين تلاتة لغاية عشرة انا مكنتش اعرف من علومة دي العلماء بيقولونا ان ميت جرام من اللمون فيهم حوالي اتنين وتسعين وتلاتة من عشرة جرام مية يعني اللمون مليان مية وفيهم اتنين وعشرين سعر حراري بس حوالي سبعة جرام كربوهايدرات وثلاتة من عشرة الياف غزائية المليان بقى معادن زي الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور وبوتاسيوم كتير جدا وسوديوم قليل وحديد واحد ملي جرام سوديوم بس وده كويس طبعا لمرضى الضغط وحن نعرف دلوقتي عضبونا بيتامينات كتير جدا بيتامين سي طبعا بالنسبة هايلة مفوش كوليسترول 0 ميلي جرام وده كده اللمون من جوه ايه فهيد اللمون اولا يا جماعة اللمون حمد بيساعد على توازن الحمودة في المعدة بمعنى ان لو كانت اي حاجة قلوية عارفين المعادلة القديمة حمل زي قلوي يضينا ملح ومية فده سيريح الجسم خالص وجود الحمودة اي حاجة هتاكلها ملحة حدقة حتبص تلاقي اللمون عمل توازن الحمودة نمرة اثنين هيقلل من التهابات الحل والحنجرة بالسبب طبعا انه هو محتاج بليان فيتامين سي ونصيحة كده لو في ادوار برد منتشرة سواء بقى كورونا مش كورونا مش عارفين اشرب اللمون كتير كوقاية وقلنا الكلام ده كتير قوي لو تفتكروا فترة قوي كمان اللمون عشان بينضف السمون هيحفظ ظلنا على صحة الكابت ومش بس الكابت هو بينضف من كل حاجة فممكن احنا شوية لمون كده الصبح معلقتين للمون الصبح نشربهم على الريق او حطوهم على الفطار بتاعك مع معلقة عسل طبيعي وعصير لمون هترسل تلاقي الدنيا رتاحت بها جدا تعالوا بقى نمسك جهاز جهاز كده بسرعة ونشوف مش هطول اول حاجة فوايد اللمون لجهاز المناعة ودي مش هطول فيها كتير لان احنا قتلناها بحث في الحلقة بتاع الفيتامين سي اللي ما شافهاش حط له الرابط بتاعها وكانت ايام الكورونا وقلنا ان اللمون عشان وجود فيتامين سي والزينك اللي هم موجودين بكثرة في اللمون فانه بيرفع جهاز المناعة معلومة انتوا عارفين الجهاز التاني المرتبط بجهاز المناعة هو الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي اللمون مفيد جدا لحالات البارد طبعا اللي بتوصل انها بتعمل نزلة شعابية حده او بتوصل لغاية الالتهاب الرئوي او كمان الناس اللي عندها الربو الشعبي الناس عندها الربو الشعبي بننصحها انها كمان مش انها تعصو اللمون بس في المياه لا ده كمان بالمعلقة كده وياخد الداخلي اللي جوه اللمونة وحتى القشرة لها فوائد حنقولها برضو في الحلقة وبالذات للبشرة نمرة ثلاثة اللمون والجهاز الهضمي اللمون مادة حمضية المعدلة القديمة اللي احنا عارفينها حمض زائد قلوي يدينا ملح ومية خللنا البي اتش او المعدل الكيميائي للمعدة منتظم بيريح المعدة وانت عارفينه طبعا الكلام ده عشكاة بنقول ايه وعصره اللمون على السمك وعصره اللمون على اللحمة وعصره لو سمحت حضرتك وانت بتطبخ كده اللمون في الطبيخ اللمون احسب الخلي يا جماعة اللمون في نسبة احماض عالية جدا ومفيدة جدا للجسم وبالتالي حيريح المعدة حيريح الجهاز الهضمي حيريح القولون الناس اللي بتشتكي بالقولون العصبي وعملين يبعتولي يا دكتور يا دكتور عليكم والليمون كمان الامعاء والمستقيم لدرجة ان احنا بنستخدم الليمون لوجود فيتامين سي بالنسبة عالية جدا فيه فيه علاج كمان البواسير وعلاج بعد عنكم طبعا قرح القولون والشروخ الشراجية طيب كمان نيجي بقى لوظائف الليمون لنمرة اربعة وهي القلب والجهاز الدوري الليمون مريح جدا لعضلة القلب لانه حينقي الجسم من الجراثيم ومضادات الاكسادة وحيقلل معانا الضغط لانه نسبة الصوديوم فيه واطية ونسبة البوتاسيوم فيه عالية نمرة خامسة ومهمة جدا ان الليمون بيريح مرضى السكر ليه؟ لانه بيساعد على امتصاص الحديد وبيساعد على امتصاص الكالسيوم اللي بيتراكم في الخلايا الدهنية فمرضى السكر ننصحهم دايما انه يعصولوا الليمون على اي حاجة ولو تفتكروا في حلقة الحديد قلنا لو كانت اللحمة او كانت السبانخ من غير ما تحصل عليها الليمون مش هامتص انت عشان تمتص لازم ان هو الليمون هيساعد بسرعة على امتصاص الحديد وحيساعد طبعا في الاخر على انه مرضى السكر ما يحصل لهمش مشاكل اكتر نمرة 6 الليمون هيطهر الجسم من الزموم لانه مليان مضادات للبكتيريا وفيتامين سي وزنج وفوسفور فبالتالي هيريح مشكلة السموم هيريح معانا الكبد هيريح معانا الاماكن اللي بتتراكم فيها السموم هتقول لي فين كمان يا دكتور هقولك كمان في المفاصل يا لو عندك مشكلة في المفاصل وعصارتي لمون على كل اكل هتلاقي مفاصلك اتحسنت شوية للنسبة تراكم السموم في المفاصل وبالذات في مرضى النقرس مثلا بتبقى اقل نمرة 7 الليمون وصحة العظام وجهاز العظام الليمون مليان فوسفور مليان كالسيوم فهو مريح جدا جدا للعظام ويساعد في بناء العظام نمرة 8 الجهاز العصبي الليمون بيستخدم في أوروبا يا جماعة في علاج الاكتئاب لانه بيريح الاعصاب بيساعد على النوم لانه بيريح لنا الجهاز العصبي بالمواد اللي فيه بالمضادات الاكسادة بيريح الجسم كله وكمان بيريح الجهاز الهضمي فالواحد يعرف ينام كويس لو تفتكروا في حلقة اكلات تساعد على النوم ذكرنا فيها كمان الليمون نمرة 9 مهم جدا للبشرة وده مش مجرد تشرب الليمون او تحطيه في المية بس لا كمان ممكن يتعمل ماسك بالليمون ده حيريح البشرة حيقتل الجذور الحرة الخارجية حيقتل المكروبات اللي حولين البشرة حيدي بشرة صفية وكمان في علاج نمو الشعر وبيحارب تراكم القشرة في الشعر فبيخلي القشرة بتاعت الشعر نظيفة وده وظيفة مهمة جدا للليمون اخر حاجة وربنا يحميكم الليمون بيطارد الجذور الحرة فوجود الليمون حيقلل من احتمال حدوث الثلاطنات لقدر الله في المعدة في الكبد في الامعاء في القولون مش كده وبس كمان الجهاز التنفسي وثلاطنات البروستاتا وثلاطنات السدل والمثالة دي كانت فكرة عن الليمون طب ليه اضرار يا دكتور؟ ليه اضرار بسيطة كتر الليمون ممكن يتعب السنان يتعب السنان فاحنا ننظف سناننا كويس لانه حمض الحمض لو تراكب ما تنظفتش السنان كويس لمدة ساعتين بيبتدي يتراكب الحموض هيعمل تساوس عشان كده لما تشرب لامون او تاكل حاجة فيها لامون كتير نظف سنانك بعدها وده قاعدة معروفة في اي حاجات حمضية نمرة اتنين ممكن حساسية في اطفال بيبعدوهم حساسية ضد الليمون لو انه مخدوا لامون او كلوا لامون او شيربوا لامون بيبتدي والشوم يحمر فان احنا بنبعد عنهم الليمون دي فكرة يعني عن بعض الاضرار للامانة العلمية دي كانت فكرة عن فوائد واضرار الليمون والمحاقية موضوعه كبير لانه مليان مش بس فيتامين سين اتمنى يكون خدتوا فكرة كويسة لو انتو عايزين معلومات اكتر عن مواد غزائية اكتر مليان القناة عندنا طب تغزية مليانة بقى عن فوائد الليمون والتين والعنب والحمص والبرتقان وحاجات كتيرة جدا ودخلوا عليها ولو عندكم اي سؤال او استفسار انا عايز اسألكم انا بقى المرة دي هل انتو بتشربوا لامون كتير هل استفدتوا من الحلقة اكتبوا لي ردوكم دلوقتي على طول مستني اسئلتكم ولايكاتكم كان معكم ماجد المنقباتي طب وتنمية بالشريط